قالت اللجنة المشتركة بين التيار الصدري وعصائبها للحق أنها ستواصل العمل من أجل كشف المتورطين بالاغتيالات الأخيرة في ميسان وهو ما يمثل تحريكا مهما للمياه الراكدة التي فرضت وضعا أمنيا ومجتمعيا على حفة الهوية يصفها أبناء المحافظة بأنه الأغرب منذ نهاية الاحتلال البريطاني قبل مئة عام ويتحدث المواطنون عن علامات بارزة في التاريخ العراقي تبدأ منشرارة ثورة العشرين مرورا بالهوية الوطنية التي استوعبت جميع مكونات العراق بعيدا عن الدين والقومية مؤكدين ضرورة إبعاد ميسان على الخصومات السياسية التي توثر في تألف العشائر بوصفها رصيد الأمان الحقيقي ومثلت مبادرة زعيم التيار الصدري مقتضى الصدر وقيس الخزعلي لمنع اتساع دائرات الفتنة في ميسان بارقة أمل كبيرة هدأت من مخاوف الجميع وحددت عنوين المرحلة المقبلة بمنع الخروج عن الثوابت ومعاقبة المغامرين بقسوة لأن الفتنة ستحرق الجميع بحكم نوعية الأواصل الاجتماعية والمذهبية اشتركوا في القناة